السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية اللي خلصوا لسه عملين يدوروا على مدرسة غير الثاني والعام المدارس كتير ولو انت لسه محتار ولسه مخترتش المدرسة بتاعتك يبقى الفيديو ده ليك فتابعوني ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك وما تنساش تفعل الجرس عشان يجيه لك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد وبفكرك كمان ان على القناة فيديوهات كتير لمدارس كتير بعد الاعدادية غير الثانوية العامة ان شاء الله هسيب لك الروابط بتاعتها اسفل الفيديو ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن مدرسة جديدة المدرسة بتاعت النهاردة هي المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة التابعة لادارة شرق مدينة نصر التعليمية بالقاهرة تعلن ادارة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة كل عام التابعة لادارة شرق مدينة نصر التعليمية بالقاهرة تعلن عن قبول دفعة جديدة بالمدرسة ومن المقرر كبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية بمجموع لا يقل عن 265 درجة بالنسبة لمحافظة القاهرة و 270 درجة باقي المحافظات اما عن الاوراق المطلوبة صورة من شهادة ميلاد الطالب صورة من شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي اللي هي شهادة الاعدادية صورة من بيان النجاح وتوضع الاوراق في ظرف بني كبير اما عن شروط القبول اكتياز امتحان تحريري في المواد الآتية العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية اكتياز المقابلة الشخصية للمتقدم التزام الطالب بتسليم اصل الاوراق عند القبول والتقديم بيكون في اول شهر 7 حتى 12 سبعة وذلك بمقر المدرسة بجوار الباب الخلفي للنادي الاهلي بمدينة نصر اما عن اقسام المدرسة فهي كالتالي المدرسة تحتوي على سبع اقسام اعمال صحية مباني ومنشآت اثاث معدني اثاث خشبي كهرباء ميكانيكا الكترونيات وكما نعرف ان هذه المدرسة هي نظام الخمس سنوات يعني سيادتك حابب تخلص المدرسة بتاعتك الخمس سنين وتشتغل اهلا وسهلا حابب تكمل في الكليات بعد كده زي كلية الهندسة برضو مفيش مشكلة على حسب التنسيق بتاع كلية الهندسة او اي كلية تانية انت عايز تخشها تقبل التخصص بتاعك لحد هنا الفيديو بتاعنا انتهى وبفكرك ان على القناة فيديوهات كتير لمدارس كتير بعد الادادية كل واحد ليه قدراته وليه موهبته وليه اهدافه وحاصر على مجموع معين شوف اللي ينسبك ايه من هذه المدارس والحق قدم فيه وربنا يوفقك وكل واحد يخش المدرسة اللي هو عايزها ويخش الكلية اللي هو عايزها كان معكم مستر احمد علي وانتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته